السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوال طيبة قبل البداية المرجو منكم مشاهدين الكرام أنكم تعانون القناة بالتفاعل والإعجاب والاشتراك في القناة باشتعون لنا وشكرا قررت إدارة نادي بيشكتاش تركي اتخاذ قارر هام في حق لاعبها المغربي رومان زيس وحسب تقارير قادمة من تركيا فإن مسؤولين بيشكتاش قرروا دراسة العروض مقدمة لللاعب المغربي في الفترة الحالية خصوصا بعدما دخل الرادار دي الفرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الأداء دياله في المونديل وأوضحت الصحيفة ديال الصباح التركية أن مدرب الفريق شينوال قونيش وإدارة النادي يعتبرون رومان زيس لاعب لا غنى عنه داخل الفريق لكن في حال توصل بعرض جيد مع نهاية الموسم الحالي من المتوقع أن يغادر اللعب مغربي صفاء الفريق وسبق وانأشرت صحيفة ميليت التركية إلى أن إدارة بيشكتاش تريد بيع رومان زيس بقيمته الحقيقية وأكدت تقارير أن زيس يدرس عرض من نوتينغام فورست الإنجليزي بالإضافة إلى وجود ورود من أندية فرنسية وبرتغالية هي تؤبدأ اهتمامها بجدية بضم اللعب المغربي خلال الفترة المقبلة وفي جديد أخبار المحترفين المغربة كشفت مجموعة من التقارير الإسبانية أن فريق أساسونا في محادثات مع نادي بارسلونة من أجل ضم اللاعب المنتخل المغربي شادي رياض وحسب شبكة ريفولو الإسبانية فإن فريق أساسونا يرغب في التعاقد مع المدافع المغربي شادي رياض في أمريكاتو الصيفي المقبل وأضاف المصدر أن مسؤولي أساسونا بدأوا بمتابعة الدول المغربي رياض منذ فترة ويخططون لضمه في الصيف القادم مستغلين انتهاء عقد رياض مع بارسلونة في يونيو 2024 واحتفل شادي رياض في شهر مارس الماضي باستدعائي المنتخل المغربي خلال ودية البرازيل والبيلو يذكر أن القيمة السويقية للمغربي شادي رياض دوء التسعة عشر عاما قد بلغت خمسة مئة ألف يورو التحق فريق الأرسول الإنجليزي بركب الفرق الراغبة في التعاقد مع المغربي إلياس أخو ماش لاعب فريق شاب بارسلونة الإسباني وحسب تقارير إعلامية فإن نادي أرسولان باتامنا المهتمين جديا بانتداب أخو ماش الصيف المقبل ويطالب كشافي بمتابعة تحركته في المباراة القادمة ومده بمعلومات عن أسلوب لعبه ويحاول النادي اللندوني بخطف الموهبة المغربية مستغلا عدم موافقة اللاعب على تجدي العقد مع بارسلونة حيث سيصبح فرار في فاتح يوليوز المقبل وسيكون بإمكانه الانتقال بشكل رسمي للفريق الذي يرغب في اللاعب له وترغب أن يتميل الإيطالي وإشبيري الإسباني ويدز الإنجليزي في التعاقد مع إليز أخو ماش خاصة أنه لم يتوصل حتى الآن بأي اتفاق لتمديد عقده مع بارسلونة الذي يرغب بدوره في الاحتفاظ به وأرتفع القيمة التسويق للاعب في الفترة الأخيرة إلى 3 ملايين يورو في سلة تعداد 18 سنة نظيرة تألقه مع الفريق الكاتلوني ومنتخب إسبانيا للشباب